لم تفلح دعايات المرشحين ولا وعودهم بدفع العراقيين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية كما لم تفلح الآلة الدعائية لشركاء العملية السياسية بإقناع الناس أن ثم تتغييراً قادماً في الأفق عدد من سكان محافظة كربلا عبروا عن خيبة أملهم من نتائج الانتخابات لأنها حملت الوجوه السياسية ذاتها بأجنداتها الخارجية ما يعني السمرار الحالي المترد على ما هو عليه نحن غير متفائلين بتشكيل حكومة تمثل أغلبية وتمثل أرادة الشعب العراقي لأن أغلب أعضاء مجلس النواب الذين فازوا في هذه الدورة هم تابعين لأحزاب أو جهات تحمل ولها ارتباط بأجندات خارجية في البلاد لذلك سيكون التوجيه من هذه الأجندات على نوعية وشكلية الحكومة بالتأكيد هذه تشكيلة الحكومة لا تنبي طموح المواطن دولة المؤسسات وسيادة القانون مطلبان ملحان في الشارع العراقي لكن يرى الكثير من المواطنين أن من الصعب الوصول إليهما في ظل الطبقة السياسية الحاكمة التي وزعت فيها المناصب وفقاً لأجندات حزبية أو رشاً ومحسوبيات ما علاقة شيخ عشيرة بتشريع قوانين في مجلس النواب وما علاقة بعض الشخصيات التي حقيقة من الشهادات الإعدادية وغيرها بموضوع التشريع لذلك كي يتم انتخابهم هؤلاء أسماء معدودة معروفة للشارع الكربلائي انتمون إلى كتل حزبية معروفة وعلاقات بمسؤولين متنفذين البعض وصل إلى هذا الموقع بالرشاة والأموال وذكاكين السياسة الفاسدة مواطنون آخرون بدوا أكثر يأساً من التغيير مؤكدين أن عجلة الفساد الحكومي لا يتوقع لها أن تتوقف مستشهدين بتجربة حكام العراق الجديد على مدى خمسة عشر عاماً لا طبعاً لا لأنهم تابعين الدول مو بس الأحزاب هذه الأحزاب تابعة الدول صالهم 15 سنة وين كانوا ليش من الجانتخابات قالوا راح نشتغل راح نعمل راح دولة يعني بعد حتى مرجعي قاتل متجرب لا يجرب عليهم فالمفروض يعني منهم عيب يطلعون يقولون نحن راح نشتغل راح نسوي راح نشكل حكومة تكنقراط حكومة مستقلة وما يقدرون نشكل حكومة مستقلة لأنهم تابعين الأحزاب هذه الأحزاب تابعة الدول مرة نجيب اسمها وبين وعود لا يصدقها مطلقها وبين شرائح كبيرة من العراقيين غلب عليها اليأس لا يمكن التنبؤ بطبيعة المستقبل الذي ينتظر العراق